السلام عليكم مرحبا بكم في قناة سياقاتي في الفيديو ان شاء الله سنشرح الجزء الأول من السلسلة رقم 11 قبل ما نبدأ وإلا كتبه أول مرة تشوفه القناة لا تنساوش تدير الشيئ لك في القناة وما تنساوش تدير الجيميل الفيديو إلا أعجبكم الشرح وأول حاجة سنشرح السؤال رقم 20 في السلسلة رقم 5 حينت بعض الأشخاص ذاك السؤال ما فهموش سنشرح ذياله على اللي نشرح السلسلة رقم 11 إذن على بركة الله بالنسبة للناس اللي ما فهموش هات السؤال هذا. السؤال العشرين في السلسلة رقم 5 هات السؤال كي اللي قال لك ميمكنش لي انضوبر علش حينت خط نتتاصل. أنا إلا بيت نتجاوز رو ما غنتخطاش تخط نتاصل. هنا رعندي جمس هذيك عندي لي من ها هو وعندي ليسر ها هو هادو كي يدي هاد المسلك هاده كي يدي. وهللي كيجيب؟ أنا لا بيت نتجاوز كنتجاوز غير من هنا لا بيت نتجاوز كنتجاوز من هنا علاش؟ حنت عندي فنضوبل حنت عندي جوج المسالي كيديو وجوج كيجيبو إذن لا بيت نضوبل بلا ما تخطر خط متازل إذن هنا واش ممكن لي نتجاوز ناعم هذا هو الشرح ذي السؤال رقم عشرين في السلسية رقم خمسة إذن رجعوا للسلسية رقم حداش سؤال واحد هاد العلامة كتعلم على مخدع الإغاثة نعم إجابة واحد لا الإجابة جوج منفذ الإغاثة نعم إجابة ثلاثة لا الإجابة ربعة هنغلط تطرح ذي السؤال هاد العلامات ماشي هاد العلامة هاد العلامات هاد العلامات كتعلم على مخدع ذي الإغاثة المخدع هو التليفون المخدع هو التليفون ومنفذ للإغاثة اللي هو هذا الباب إذن هنا عندي مخدع اللي هو التليفون وعندي المنفذ هذا المنفذ هذا الدور رياله مني كيكون شي حارق كنتخل ليه كي يحميني من الضخان ومن الحرارة إذن هنا عندي منفذ للإغاثة وعندي مركز للإغاثة وعندي طفاية للعافية إذن الجواب الصحيح هو 1-3 سؤال جوج هذه العلامة تمنع تجاوز عربات الوزن التقيل الإجابة 1 السيارات الإجابة جوج الدرجة النارية السريعة الإجابة 3 هنا هذه العلامة تقول لي ممنوع الضوبلاج هذه تقول لي ممنوع التجاوز هذه ماذا تتعلق؟ تتعلق بعربات الوزن التقيل اللي عنده كمي يوم يضوبلش واللي عنده تلوبيل ما يضوبلش واللي عنده كار ما يضوبلش واللي عنده رموك ما يضوبلش وحتى الدرجة النارية السريعة حتى هما ما يضوبلوش الدرجة النارية السريعة للماطر الكبار اللي عندهم بيرمي حتى هما ما يضوبلوش علاش حينت هذه البلاقة كتعنيهم إذن هذه العلامة هذه كتتعلق بجميع أنواع العربات إذن عربة الوزن التقيل والسيارات والدرجة النارية السريعة إذا الجواب صحيح هو واحد جوج ثلاثة سؤال ثلاثة التأمين الدنياوي الإجباري هو خصائر الإصدام الإجابة واحد كل أخطار الإجابة جوج التأمين الدنياوي الإجباري قلنا التأمين الدنياوي الإجباري هو دي الخصائر الإصدام التأمين الدنياوي هو اللي كيديره قاع الناس هذك دور رياله كيعوض дляك منك يعيثك شي واحد إذن تأمين دنياوي الإجباري هو خسائر الاصضام أما التأمين ذي لكل الأخطار كيتسمى التأمين تنوي التأمين تنوي هو كل الأخطار أما التأمين دنياوي الإجباري لك ذي لكل شي هذا كغيرذر خسائر الاصضام لا عيثك شي حد كيعوض дляك إذن الجواب صحيح ورقم واحد سؤال ربع المعاينة الودية كتعمر مني كتكون اضرار جسدية نعم الاجابة واحد لا الاجابة جوج المعاينة الودية الكوستا واش كنعمروها مني كيكون درار جسادي درار جسادي هو مضروب بنادم المعاينة الودية كتعمر مني كتكون سيارة قاسة سيارة غير خسائر مادية خسائر مادية المعاينة الودية كتعمر مني كتكون اضرار جسدية الا الجوب صحيح ورقم جوج سؤال 4 يمكن لي التوقف على طور رصيف ديال ليسر نعم الاجابة واحد لا الاجابة جوج يمكن لي الوقوف على طور رصيف ديال ليمن نعم الاجابة ثلاثة لا الاجابة ربعة هنا يمكن لي التوقف على طور رصيف ديال ليسر يجب على طول الخطوط كيف يقل لي بقية توقف يمكنك التوقوف على طول الرصيف للليسر. نعم. اشنا هو التوقوف هو نصور الطوبيلتي ونمشي. على الليسر مسموح ليا. على الليسر مسموح ليا حين ترقس دي وما تجيبش. وهد البلاكة ركت حكم غير على ليمن. ليمن لي منو عليك التوقوف. ليمن لي منو عليك التوقوف. اما ليسر مسموح لك التوقوف. اذا سؤال اللي اولاني قلنا نعم. يمكن لي التوقوف على ليسر نعم. والسؤال تاني شنو قال لك? قال لك يمكن لي الوقوف على ليمن. اشنو الوقوف? نحط بلاسة ولا نهز بلاسة? بالنسبة لوقوف مسموح على ليمن. لاش? حين ترقس دي وما تمنع غير التوقوف اما الوقوف مسموح. اذا الجواب صحيح هو واحد ثلاثة. سؤال ستا. يمكن لي انتبع السيارة لكتجاوز. نعم. اجابة واحد. لا. الاجابة جوج. يمكن لي انتبع السيارة اللي كتجاوز. لا. علاش? حينت عندي البلاكة ملوع الضوبلاش. عندي العلامة ذي الممنوع التجاوز. كل ما كنشد العلامة هذه. وهذا مضوبل كنتبعه. علاش? حينت طريق كس دي وما كتجيبش. وباش عرفنا انا طريق كس دي وما كتجيبش. بالخط اللي على الاصر متاصل. هاد الخط هذا هو اللي كيقولي طريق كس دي وما كتجيبش. اذا هنا كل ما كانش البلاكة راني كان ضوبل. ولكن مني كين البلاكة دي الممنوع الضوبلاش خاصني ما نضوبلش. اذا الجواب صحيح هو رقم جوج. سؤال سبعة. مستوى ما التبريد كافي. نعم الاجابة واحد. لا. الاجابة جوج. نزيد الماء. نعم الاجابة ثلاثة. لا. الاجابة ربعة. هنا. مستوى ما التبريد كافي? إلا. اللي. حينت Цهنا. الماكسيم وهذا. هذا هو الماكسيمو. header وهو الماكسيمو. وهذا الميليمو. الما فين كين? كين في المميليمو. الما كين تحت الميليمو. شو. اذا هنا الماء كافي إلا خاصه يكون الماء في الماكسيمو ولا ما بين الماكسيمو والمينيمو أما هنا هو تحت المينيمو رهما كافي إذا هنا مستوى ماء التبريد كافي إلا ونزيد الماء نعم خاصة نزيد الماء ديال التبريد إذا الجواب صحيح هو جوج ثلاثة سؤال ثمانية نعطي حق الأسبقية ليمن نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج من الواجب نقص سرعة نعم إجابة ثلاثة لا الإجابة وربعة نعطي حق الأسبقية ليمن إلا علاش عنده سطوب أرضي من ليمن عنده وقيف عنده سطوب واش نعطي حق الأسبقية إلا هو اللي خاصه يعطيني حق الأسبقية ومن الواجب علي أن نقص سرعة نعم رأى أي ملتقى طرق كنقص سرعة أي ملتقى طرق كنقص سرعة إذن نعطي حق الأسبقية ليمن إلا حينت عنده وقيف ومن الواجب علي أن نقص سرعة نعم الجواب صحيح هو جوج ثلاثة سؤال تسعود هاد الوضعية ديال مسك المقود مناسبة نعم إجابة واحد لا الإجابة جوج هاد الوضعية ديال مسك المقود مناسبة نعم ديما الفولة كنشدة من هنا ديما الشدة للفولة هي هذي الشدة ديال الفولة هي هذي هاد الوضعية واش مناسبة نعم الوضعية الساعة كنشدها من هنا تسعود أربع تسعود أربع ولا العشرة وقسمين إما نشده من هنا كيف ما هات السائق ولا نشد من هنا نطلع يديه وحد شوية الفوق بوضعية الساعة بالوضعية ديال الساعة هاد الشدة هذي كتسمى تسعود أربع تسعود وخمسة عشر دقيقة واللخص نشدها العشرة أقسمين إذن هنا وشهد الوضعية مناسبة نعم جواب صحيح ورقم واحد سؤال عشرة الإشارات الطرقية كتسمح بالتجاوز نعم إجابة واحد لا الإجابة جوج ننتظر قبل من تجاوز نعم إجابة ثلاثة لا الإجابة ربعة الإشارات الطرقية كتسمح بالتجاوز نعم الإشارات هو الخط الخط كيسمح لي بالضبلاج علاش حين تخط نقطع ونتظر قبل من تجاوز نعم علاش طريق عندي عامرة خاصني منضبلش خاصني منضبلش ولا بيت نتجاوز سائق دراجة ولا راجيل وعطني بالظهر إلا كنت في المدينة كنخلي بيني وبينو مترو ولكن تخارج مدينة كنخلي مترو أونس إلا كنعطني بالظهر ولكن عطني بالوجه كنخلي جوج مترو سواء في المدينة ولا خارج المدينة إذن هنا الجواب صحيح هو واحد ثلاثة السؤال حضاش نعطي الأسبقية ليمن نعم إجابة واحد لا الإجابة جوج من الواجب نحاز الليسر نعم إجابة ثلاثة لا الإجابة ربعة نعطي الأسبقية ليمن إلا عندك هاد الناس هادو دبا أنا غادي في طريق السيار أنا غادي في طريق السيار هاد الناس هادو هاد الناس هادو يلا بغاو يدخلو لوتاروت هاد الناس هادو يلا بغاو يدخلو لوتاروت هما هاد الناس يعطيها حق الأسبقية لوتاروت هما اللي خاصهم يحتوني حق الأسبقية هما اللي خاصهم يسابقوني ولكن رأيém واحدن على هيو المهي إنه إليهم يجب من المهي يعطي عربة البلاد هل يمكنني تعطي عرب التعليم ولكن سيجب علي ما يجب علي 위에 عن أيét وتعطي أصبق الأسباق لكن مهي grande يجب علي يعطي أن معايما لا بغيتي نعم ولكن واجب عليا إلا إذا الجواب صحيح هو جوج ربعة وهذا المسلك هذا كيتسمى مسلك الاندماج هذا هو الدخلة ديال لوتاروت كيتسمى مسلك الاندماج كتكون السرعة محددة فيه في ثمانين ومسلك التباطئ هو الخرجة ديال لوتاروت تهوى كتكون فيه السرعة محدودة في ثمانين سؤال 12 الحالة المسموح فيها التجاوز رقم واحد نعم إجابة واحد لا الإجابة جوج رقم جوج نعم إجابة ثلاثة لا الإجابة أربعة الحالة اللي مسموح فيها التجاوز واش رقم واحد إلا ملتاقة الطرق ممنوع لي أنتجاوز فيه ملتاقة الطرق ممنوع لي أنتجاوز فيه إلا في جوجي للحالات أشنا هم هذه الحالات مني كتكون عندي الطرق كبيرة في صغيرة مني كتكون عندي العلامة ديال الطرق كبيرة في صغيرة مني كتكون عندي هذه العلامة ديال الطرق كبيرة في صغيرة مني كتكون عندي هذه العلامة ديال الطرق كبيرة في صغيرة فهذه مسموح لي أنتجاوز ولا مني كيكون الملتاقة منظم بالضوء وكيكون عندي الضوء خضر فهذه الحالة مسموح لي أنتجاوز اما هنا و После تكر Lena 2 من الان تتطور حكم core theres منIS قوان كنت تكتب بنحواجز في كانت الحواجز وكذلك هنالحواجيز مكنيش إذن تجاوز غير مسموح إذن تجاوز مسموح في الحالة رقم واحد إلا وفي الحالة رقم جوج إلا إذن تجاوز هنا ممنوع لهنى ولاهنى إذا الجواب صحيح هو جوج أربعة سؤال 13 صاحبة سيارة غتكون عنده السياقة خطيرة بالليل نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج صاحبة سيارة غتكون عنده السياقة خطيرة بالليل نعم علاش حنت عنده بولا خدامه بولا ما خدماش إذن السياقة غتكون عنده خطيرة بالليل يقدرش واحد يكون مقابل معي يسحبه غير شي موتور جاي يقدرش واحد يسحبه غير موتور علاش حنت عنده غير بولا وحدة إذن بالليل را عنده السياقة خطيرة وغتكون عنده مخالفة إذن الجواب صحيح هو رقم واحد السؤال 14 ندوز الإجابة واحد نوقف الإجابة جوج فهد الحالة واش ندوز اللي نوقف فهد الحالة كنوقف علاش ركين تضي وخضر ولكن الرجيل تخل طريق من الرجيل كيدخل الطريق وخيكون تضي وخضر راني خسني نسبقه إذا فهد الحالة كنوقف علاش حينت الرجيل تخل طريق هنت كندوز كن كان باقي فقط ردوار كن كان باقي فقط ردوار ما تخلش الطريق دك ساعة كندوز أما هنا قد خل الطريق كنوقف إذا الجواب صحيح هو جوج السؤال 15 القميس العاكس يمكن يكون أصفر لإجابة واحد برتقالي لإجابة جوج القميس العاكس هو الجيلي الجيلي يقدر يكون أصفر أو برتقالي كندرو واحد جوج بيتندير الصفر نديره بيتندير البرتقالي نديره إذا واحد جوج أصفر أو برتقالي السؤال 16 من الواجب نراقب دائما الشغال جيد لأضواء الطريق نعم إجابة واحد لا الإجابة جوج أضواء التوقف نعم الإجابة ثلاثة لا الإجابة ربعة من الواجب نراقب دائما الشغال جيد لأضواء الطريق نعم وأضواء التوقف نعم رأى أي ضوء في السيارة خاصه يكون خدام أي ضوء في السيارة خاصه يكون خدام في هذه الحالة هذا هو ضوء الطريق هذا هو ضوء الطريق كي يضوي على مسافة ما كتقلش على شحال على 100 مترو وهذا ضوء تقابل كي يضوي على مسافة ما كتقلش على 30 مترو وهذا ضوء الضبابة ديال القدام ضوء الضبابة ديال القدام كي يكون تحت وهذا ضوء الوضع إذن هنا واحد ثلاثة سؤال 17 يمكن لي ينتوقف على الطريق الإجابة واحد على جنب الطريق الإجابة جوج من الواجب نخلي أضواء الوضع مشعولين نعم الإجابة ثلاثة لا الإجابة ربعة يمكن لي ينتوقف على جنب الطريق ماشي في الطريق إلا بيتنتوقف كنتوقف في جنب ذيال الطريق دائما التوقف كي يكون في جنب الطريق إذا الجواب صحيح ورقم جوج ومن الواجب نخلي أضواء الوضع مشعولين نعم علاش حين تكين تلج إلا بيتنتوقف في جنب الطريق خاصة نخلي أضواء الوضع شاعلين حين تكين تلج باش تبقى السيارة باينة وضوء الوضع كيتشاف على بعد 150 مترو ضوء الوضع بحاله بحال بلاكت أمبان كيتشاف على بعد 150 مترو إذا الجواب صحيح هو جوج 3 سؤال 18 شواحد جاي من الاتجاه المعاكس وخلى أضواء الطريق مشعولين ننبه بإشارة ذوئية الإجابة 1 نشوف في الاتجاه المعاكس الإجابة جوج نحول أضواء التقابل الإجابة 3 نشوف في خطوة الحاشية ديالليمن الإجابة 4 ننبه بإشارة ذوئية ننبه بإشارة ذوئية ننبه بضوء 3 4 سؤال 19 نعطي حق الأسبقية الرقم 1 نعم الإجابة 1 نعطي حق الأسبقية الرقم 1 نعم لديك هنا طريق الصغيرة في الكبيرة سوف نحن سبق مليمون ومليسر وهذا سينيال يجب علينا نعطي حق الأسبقية وحتى هذا مليسر ريالي نحن سبق الأسبقية مثلا نعطي حق الأسبقية الرقم 1 والرقم 2 نعطي حق الأسبقية لهذا نعم وهذا نعم وعندي طريق الصغيرة إذا الجواب صحيح هو 1 3 السؤال 20 في هذه الحالة التركيز كين قص نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج نشغل أضواء النجدة نعم الإجابة ثلاثة لا الإجابة ربعة في هذه الحالة التركيز كين قص نعم علاش أنا غادي بالليل والسيد اللي في الخلف ديالي شاعل دور الطريق ودور الطريق مني كيكون شاعله شواحد الخلف ديالي أشنو كي دير دور الطريق كي يسيني في المراية عندي ديالي الوسط والدور كيتعكس ليه أنا إذا في هذه الحالة مني كيتعكس ليه الضو كانت برزط ولتبرزط كين قص ليه وقت رد كي يقل ليه تركيز مني كنت نيرفا ركي يقل تركيز إذا في هذه الحالة تركيز كي ولي قليل وفادي الحالة وقت رد فعل كي طوال الوقت دير الفعل كي يقول لي أطول مني في المقل التركيز كي طوال وقت رد الفعل إذا هنا في هذه الحالة تركيز كين قص نعم ونشغل أضواء النجدة نعم السيد اللي في الخلف يقدر يكون الناس يراسه أنه أنه شاعل دور طريق خاسي ندير هنا كاتر سينيال نشعل السينيال راس بربعة بش يعرف أنه دير خطأ بش يحيط دوري الطريق ويشعل دوري التقابل خاصه يشعل دوري التقابل بش ما يبقاش عاميني إذا في هذه الحالة الجواب صحيح هو واحد ثلاثة هنا وصلنا النهاية دير شرح الجزء الأول من السلسلة رقم 11 لا تنساوش دير وجيم الفيديو وتخلي وشيت على قزوين ونسألكم الدعاء وبالنسبة للفيديو الجزء الثاني ديال السلسلة 11 غلت تلقاوه في الصندوق الوصف أسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته